السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام حلم حاجة السيارة يدل على فقدان العذ والعيبة بين الناس أما حلم حاجة السيارة فيدل على كثرة الحاسدين والكهريين كما أكد ابن شاهين على أن الوقوع عند الركوب والإصابة بحاجتهم في المنام دليل على فقدان السيطرة على زمام الأمور أما حلم حاجة السيارة للرجل فيدل على مروره بالكثير من المشاكل في عمله أما حلم حاجة السيارة المتزوجة فيدل على الخلافات بينها وبين زوجها ويقال أن حاجة السيارة والنجاة من المتزوجة يدل على انتهاء المشاكل التي كانت تعانمها مع زوجها فيما حلم حاجة السيارة للفتاة العزباء فيدل على الخلافات الكبيرة بينها وبين شركها وقد دل رؤية حاجة السيارة في المنام من الفتاة العزباء على تعرق الأمور الزواج أو الخطوبة فيما رؤية حاجة السيارة والنجاة من هذه الفتاة العزباء فيدل على تجاوز المشاكل والأزمات مع خطيبها أو حبيبها فيما رؤية حادث سيارات في المنام المطلقة فيدل على مغامرتها بسمعتها قد يدل حمل تعرض لحادث سيارة للمرأة المطلقة على تعرضها لصدمة في تعاملها مع الناس أما رؤية حادث سيارة في المنام المرأة الحامل فيدل على مشاكل كبيرة في حملها وولادتها وقد يدل حمل حادث سيارة الحامل على تعرضها لوعكة صحية تسبب الإجهاض والله أعلم أو قال المفسر الأحلام أن رؤية حادث سيارة النجاة منه في المنام يدل على الحلول للمشاكل التي يقع بها صاحب الحلم فيما حلم حادث سيارة الموت يدل على الإنغماس في ملدات والمعاصي ومن رأى أنه يقود سيارة وماتى إطرى حادث في المنام فذلك دليل على قدومه قدرته بالتحكم بأمور حياته وإنحرافه يعني الحق أما حلم حادث سيارة لشخص قريب فيدل على التغييرات الكبيرة التي تحصل في ماله ورزقه وحلم حادث سيارة لصديقين يدل على حاجته للمساعدة والعون في محنة يقع بها أما رؤية حادث سيارة لشخص آخر في المنام فتدل على وجود من يدبر المكائب ويقاه بسوء أفعالها هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام